اشتركوا في القناة لو بتتفرج على الحلقة دي وانت بتحب او متعاطف مع عبدالله الشريف فارجوك متاخدش انطبع سيء من اول كلام وحاول تكمل الحلقة للاخر وتشوف اللي انا هقدمه حيكون بدليل ولا انا بتكلم كلام في الفاضي عبدالله الشريف انا بعتبر من وجهة نظري اخطر كادر اعلامي على يوتيوب ضد امتنا العربية عبدالله الشريف اتصرف عليه جامد جدا من دولة قطر هو بيقول انه مش قطر اللي صرفت عليه وانه اللي جاب له دورة الاخراج والتصوير وفن الاقناع هم ناس عرب عاديين عايشين في امريكا فخلينا نصدق الكلام ده وبالمناسبة موضوع فن الاقناع ده ناس كتير بتنكره يعني في ناس كتير من محبين عبدالله الشريف بتقول اه هو تعلم تصوير وتعلم اخراج لكن انتو بتجيبه فن الاقناع ده منين؟ احب اقولك انه انا ما بقولش الكلام ده من نفسي اتفرج شوف هو بيقولي ابن نفسه هو منزل تغريدة بيقول فيها انه احنا بناقض دورة في فن الاقناع المدربة كانت بتسألنا سؤالة وواحد بينتحق ازاي تقنعه انه ماينتحقش فواحد سوداني قالها هقوله هتخش النار فقالت له وفرد ملحد قالها مايروح في دهيا الصراحة انا اقتنعت ده كلام عبدالله زي من انتو شايفين ومن حسابه على تويتر وتقدروا ترجعوا للتغريد اللي زي ما انتو عايزين فقصة انه خد درس في فن الاقناع ده مثبت بلسانه هو بناء بقى على كورس فن الاقناع ده انا بسأل نفسي وبسأل عبدالله لما انت بتتكلم بناء على قضية انت شايفها من وجهة نظرك ان هي قضية عادلة وان انت بتتكلم في الحق والحق قوي فليه انت مضطر ان انت تروح تاخد درس في فن الاقناع يعني علشان تقنع الناس بالكلام اللي انت هتقوله اللي انا عرفه ان الحق قوي ومش محتاج درس ولكن تحليلي ومن مشاهداتي الحلقات عبدالله الشريف المتعددة اكتشفت انه كان لازم يحتاج درس في فن الاقناع لانه متخصص في تأويل الاحداث التاريخية وتخارجها عن اطارها بما يخدم اجندة اسياده اسياده اللي هم قطر وتركيا ومن وراهم ايران وده محور حلقتنا النهار عبدالله الشريف عامل حلقة عن ايران قمة في الخبث وفي تدمير العقلية العربية بيقوم من خلالها بتمجيد ايراني الخميني وفي نفس الوقت بيبخ اسمهمه للتحريد على الدولة العربية والجيوشة العربية وبيقولوهم انتو ازاي بتعادوا دولة زي ايران المفروض دولة زي ايران دي تحطوا ايدكم في ايدها لان ايران دي احسن من نكم وطبعا كل ده اخضاء اللي كفيله القطري اللي بيمديله على الشركات دلوقتي عن الخناء اللي دايرة بين امريكا من هنا وبين ايراني وشايفين كمان على الجانب الاخر السعودية من هنا بتسخن والامارات كمان بتشجع اديلوا يا امريكا ما ترحمهمش يا امو الاماريخ عايزة فلوس خدي فلوس عايزة بترول خدي بنزين سوبر بس اهرنا العدو اللي دود ده وحط عليه واحنا رقبتنا عشان امريكا بقى معلم خدت الفلوس وقعت لهم متشكرين او والله يا محمد عب سميع وراح اتخلع يا معلم ولا حرب ولا يحزن وضعت فلوسك يا صابر والله يعوض عليك في اللقطة دي عبدالله الشريف كذاب 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 لسببين اول حاجة السعودية والامارات ما بيسعوش لحرب مع ايران وده واضح جدا من تصريحتهم تاني حاجة انت اي دليلك ان هم دفعوا لامريكا علشان تحارب ايران في المقابل يا اخ عبدالله ايه كلامك في قطر اللي بيتمولك وفي المبلغ الكبير اللي دفعته اللي هو 185 مليار دولار اللي كافيه لك تميم قالها بنفسه هو بيكلم ترامب وما فكرش ان هو استثمرهم في دول عربية او دول اسلامية ويشغل مليون ونص عربي او مسلم اذا كنت بتقول ان السعودية دفعت لامريكا علشان امريكا تحارب لها ايران فهل ممكن ان احنا نقول ان قطر دفعت لامريكا عشان امريكا ما تحاربش ايران الشيء وبالشيء يذكره ممكن الكلام ده ولا لأ بتتكلم عن ان السعودية دفعت لامريكا وما بتتكلمش عن ان قطر وسعت قاعدة العديد لصالح الجيش الامريكي بتكلفة 8 مليار دولار على حسابها حتقول يا عبودة في الكلام ده على الاقل يا عبودة لما السعودية والامارات بيعملوا صفقات مع امريكا فهم بيعملوا صفقات نقل تكنولوجيا وتسليح وبناء مفعالات نووية وحاجات كتير قوي دولتين كبار زي السعودية وزي الامارات بمساحتهم وبعدد سكانهم المبلغ مش كبير قوي بالنسبة لهم بعكس دولة قطر اللي مساحتها وعدد سكانها مايجوش واحد على خمسين من عدد سكانه ومساحت السعودية والامارات فالطبيعي ان هي لما تروح تدفع لامريكا تدفع واحد على خمسين مش تدفع واحد على ثلاثة مثلا تعالوا بقى لما نشوف تعريض عبدالله الشريف لإيران وخدوا بالكم من الكلام اللي جاي قوي أرجوكم 1970 تبدأ المظاهرات في إيران تاخد شكل تاني اضربات بقى ومسيرات وعمليات نوعية واقتحامات طب استمر الفرم ده كتير يا مؤمن 9 سنين بالتمام والكمال ولا كأنت تخيل انت أيوة ثورة قاعدة 9 سنين مستمرة وفي الآخر حققت كل أهداف الكلام ده للناس اللي بتصخر من كلمة الثورة مستمرة بعد 8 سنين في مصر أبا اظهر وباني يا عبدالله الغير شريف والتاني كده اضربات بقى ومسيرات وعمليات نوعية واقتحامات طب استمر الفرم ده كتير يا مؤمن 9 سنين بالتمام والكمال يا أخي خير بيتك وبيت البيت اللي جنبي بيتك بقى انت عايز اضربات واعتصامات واقتحامات يا عبودة اقتحامات يا عبودة يعني ملعون أبو الأمن على أبو الأمان وينهار الاقتصاد وتخرب البلد ده اللي انت نفسك يحصل في مصر وفي كل بلد عاربي طبعا معده قاطق بص يا عبودة أقصد بص يا عبدالله الغير شريف انت دلست على الناس وفاهمتهم ان المظاهرات والاعتصامات والاقتحامات قعدت 9 سنين في إيران علشان الخميني وان الناس في إيران بتحبوا علشان كده عملت ثورة ده الكذب اللي انت فيه ده يا أخي المظاهرات في إيران كانت لتردي أوضاع المعيشة وكان في مقدمة الاحتجاجات حزب تودا وحزب تودا كان حليف للاتحات السوفيتي وقتها فخافت أمريكا من ان إيران تنضم للحلف السوفيتي فكان تصدير الشاه للمشهد فقامت أمريكا وارسلت الشاه من فرنسا واخت بالك يا عبودة من فرنسا على طيارة فرنساوي علشان يتصدر المشهد ومكنت له في إيران لحد ما بقى هو راس السلطة في إيران بص يا عبدالله يا غير شريف أو يا عبدالله يا مدلس اللي تحب تقوله قوله وانت قاعد بتحكينا عن تاريخ إيران الحديثة أو ما يسمى بالثورة الإيرانية ليه طنشت موضوع حزب تودا ودوره في الأحداث الجواب لأنك مش عايز تظهر دور الأمريكان والفرنسيين في تنكين الخميني من حكم إيران لأن المطلوب منك تطبيل وتعريض لإيران الخمينية وتظهره أنه هو نده عدو الأمريكا باللي لينا أقول علينا أولا والأهم من النظام الإيراني أجرم في حق السوريين والثورة السورية وارتكب هناك مدابح ومجازر جماعية بالحرس السوري الإيراني بتاعه اللي أسأل الله عز وجل أنه هو ينتقم منهم بس برضو خلينا نقول بكل صراحة أن النظام الإيراني عدو صريح وواضح وجلي للكيان الصهيوني وقفل سفارة الكيان الصهيوني في تهران من أول يوم في نجاح السورة وما اعترفش بيك دولة لحد النهاردة أهلا أهلا ده إيه بقى المنطق ده اللي انت بتقوله عبو ده شوفوا بقى يا جماعة عبدالله الرير شريف عاوز يثبت لنا مبدأ بيتخذوا الإخوان دايما عبدالله بيقول لكم أنه لما إيران بتحتل سوريا وبتقتل في شعبها واجب علينا أن احنا يرفع يدينا لربنا ونقول يا رب انت قم لنا من إيران بينما ما نحاربهاش لأن إيران عظيمة إيران بتعادي إسرائيل أهلا أهلا بالكذب والكذبين إيران يا عبدالله يا رير شريف عمرها ما أطلقت رصاصة واحدة بس على إسرائيل إيران عدوتها الإسرائيل زيها زي تركيا تصريحات عن تارية لكن على أرض الواقع رصاصة واحدة لا رصاصة الإيرانيين كله في صدور وظهور العرب ما فيش رصاصة واحدة تضربت على إسرائيل حتى لما إسرائيل تجرأت وضربت معسكرات في سوريا فيها جنود وضباط إيرانيين ومنهم اللي مات إيران ما ردتش برضو طلعت تصريحات لأنهم عمرهم ما كانوا قعداء طب أنا هقول لك حاجة تانية العراق لما بدأت تعمل مفاعل زغي إسرائيل ضربته من قبل حتى ما يتبنى فيه ربعه بينما المنشآت النووية الإيرانية اللي عملت زيد كل يوم والتاني إسرائيل عمرها ما ضربت فيها حتضرب فيها ليه؟ ما هل أنت مش فهمه يا عبودة أو فهمه بس مش عايز تقوله للنساء المتابعين بتوعك إن إيران دولة من دول طوق الطوق فإذا كانت إسرائيل في النص وحواليها مجموعة دول عربية المفروض إن هي معادية لها فأمريكا مجندة مجموعة دول حوالين مجموعة الدول العربية دي اسمها دول طوق الطوق يعني دول الطوق لو فكرت إن هي تهجم على إسرائيل بما إن إسرائيل في النص دول طوق الطوق اللي من وره دي حتضرب الدول دي من ظهورها والدول دي يا عبودة لو أنت مش عارف هي تركيا وإيران وإثيوبيا إيران عمرها ما كانت عدوة الإسرائيل ولا حتكون وخلينا فكرك يا عبودة إن إيران وتركيا اللي أنت بتطبل لهم وبتمجد لهم هم من أوائل الدول اللي اعترفت بالدولة اليهودية وعبد الله أنت لما تكلمت على مخازي إيران في الدولة العربية تكلمت على سوريا بس ومغدتش تتكلم على مخازي إيران في العراق وبإن العراق هي اللي مكنت لأمريكا احتلال العراق وبعد احتلال أمريكا للعراق أمريكا سلمت العراق لإيران على طبق من دهب ده يثبت إن إيران وأمريكا وإسرائيل سنفصة ولا يا عبودة ليه ما حبيتش تتكلم على اللي تعملوا المليشيات الايرانية في العراق ليه ما حبيتش تتكلم على الجرائم الطائفية اللي بيعملها الحوثي ضد المسلمين السنة في اليمن علشان يحولوا اليمن لولاية ايرانية شيعية أو حتى اتحالف معها يا عام اتحالف مع ايران ازاي يا جدع؟ دول شيء ايوة اظهر بقى عم عبدالله لحقيقتها طب خد تعالى خد 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 بس ما تخافش انت متحالف مع امريكا ليه؟ على اساس ان هم مالكية يعني ولا شفعية؟ لا يا شيخ اتحالف معها؟ شوفوا بقى عبدالله لغير شريف عايز يحريجنا يعني بيقولاني ان التحالف مع ايران اشرف من التحالف مع امريكا متأكد يا عبودة يعني ده جواب نهقي طب خد عندك عبدالله طالما ان انت شايف ان التحالف مع امريكا نجاسة والتحالف مع ايران اولى فاردت بقى راجل كده وتقول الكلام ده على تركيا وتقول لتركيا عيب يا تركيا لما تتحالف مع الدولة النجسة اللي اسمها امريكا وتعمل لها قواعد فاردك وتبقي عضو في حلف الناتو اللي بتقوده امريكا الدولة النجسة زي ما انت بتقول وتسترجل اكتر واكتر وتوجه كلامك لكافيلك القطري وتقول له عيب برضو لما تبقى حالف مع امريكا النجسة وتعمل قاعدة الايديت فاردك وتوسعها على حسابك علشان تخدم الجيش الامريكي اللي ما بيتضربش منه غير العرب او المسلمين هتسترجل عبودة ولا هتفضل عبودة وبالمرة عبودة كده بقى اعمل حلقة وفاهمنا فيها هم ليه الاخوانجية لما بيشتكوا مصر بيروح يشتكوا الامريكا وبالمرة برضو فاهمني ايه الحكمة من احتضام بريطانيا لمكتب التنظيم الدولي للاخوان المسلمين ويا ريت برضو تقول لي بما انك راجل بتقول على نفسك ان انت حر وانه التحالف مع امريكا يعتبر نجاسة ليه تنقلاتك ما بين تركيا وقطر المتحالفين مع امريكا وامريكا ذات نفسها اللي هي النجاسة الاجبر واضح ان انت بتبيع بضعة مش عندك عبودة دي اسئلة مطلوب منك تجاوب لنا عليها قبل ما تيجي وتدفع عن ايران وتفخم لنا في ايران وتعظم لنا في ايران وتطلب مننا ان احنا نبقى زيها وبتعاييرنا ان احنا بنتعامل مع امريكا طب على الاقل يا عبودة امريكا ما بتمولش بناء دور عبادة بيتنمي من خلالها سب الصحابة وامهات المؤمنين بينما ايران بتعمل كده وانت عارف ده كويس احنا بقى جيوشنا العربية خاضت عدة حروب ضد الكيان السهيوني في الوقت اللي ايران وتركيا اللي انت بتعرض لهم واتطبل لهم ما بيطلقوش اي رصاص ولا سواريخ اللي على العرب وعلى مسلمين بيقتلوا فينا وبيتأمروا علينا علشان يحتلوا اجزاء من بلادنا وانت عارف كويس قوي الاجزاء العربية المحتلة من ايران ومن تركيا اللي انت بتعرض لهم وبتطبل لهم ومفيش مرة سمعتك يا عبودة بتتكلم على دولة الاحواز العربية اللي بتحتلها ايران ولا سمعتك بتتكلم على الوقت الاسكندرونة اللي بتحتلوا تركيا شفت ازاي انك ساقت اخلاقيا ومعندكش نزاهة التحليل بصدق بقولك يا عبودة كمل كمل ولا يهمك وولا على راحتك زور التاريخ براحتك زوروا على هواك وعلى هوا كفيلك وعلى هوا اللي بيدفعلك طالما ايران وتركيا وقطر راضين عنك زور ودلس وحشر للناس كلام غلط ومعلومات غلط طالما الاعلام بتاعنا نايم في العسل طالما اعلامنا مش فاضي يرد عليك وعلى امثالك ما هو اعلامنا مش فاضي عنده برامج مسابقات وعنده برامج رياضية وعنده برامج بتجيب اعلانات مش فاضي يجيب ناس ترد على الكذب والتدليس والافترة اللي ناس زيك بتقولوا كفاء عليهم فلان اتجوزت وفلان اتطلقت وفلان ابن الطاهر ويم الم الطاهر وش الملح سبع مرات بس خليك فاكر يا عبودة ان في يوم كلنا حنقفي قدام ربنا والظلم ظلمات يوم القيامة وانت ظلمت كتير بتدليسك وغررت بشباب كتير جدا بتدليسك وكذبك قول يا عم قوله واتطمن هم مش فاضيين لك ما هو ده زمن الروايبضة الروايبضة اللي بينهاشه في عقول الامة لتحولها من معاول بناء لمعاول هدم واه اه من اعلامنا ولا حول ولا قوات الا بالله لو عجبك المحتوى مش مشترك في القناة ياريت تشترك وياريت تدعمنا بلايك وكمينت وشير اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته